لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لكن ما حدث لاحقا الجيد صالح يتوفى تفاصيل وفاته لتبقى مجهولة باستثناء ما تم الترويج له إعلامية يرحل إلى ربي عبد المجيد تبون إن أنه ظهر كأنه تحرر من كبوس هكذا يعني على ما يبدو حيث بدل أنه ينطلق في هذه الخارطة الطريق القوية التي تركها له الجيد صالح وأوصاه بها ووعده إلا أنه بدأت تظهر أمور عكس ذلك تبون بدأ يتقرب من لوب العصابة في الرئاسة قال له الجيد صالح بأن العصابة راه متغلغلة في الوزارات ورح تكون عندك حتى في رئاسة الجمهورية قالوا ستم مساعدتك حتى تتحرر منهم تتحرر منهم نحن استطعنا أن نحرر بعض الشسمه لكن مازال أمامنا مازال العمل لذلك ستتحرر منهم ولكن حدث العكس لما دخل رئاسة الجمهورية يجد هذا اللوبي عصابة مسيطر على عدارات ومسيطر على عمق رئاسة الجمهورية فبدأ أن يتخلص منهم بدأ يتقرب أمر آخر تخلص حتى من بعض الأشخاص الذين كانوا معه في الحملة الانتخابية ونذكر في هذا السيق مثلا محمد العقاب وهو أستاذ جامعي وإعلامي بغض النظر لا نتكلم عن شخصي ولكن نتكلم على منصبه بمجرد ما وقع في زلة لسان فيما يخص بسم الله الرحمن الرحيم جيب لي وطروحا وتبدأ لي بسم الله الرحمن الرحيم ليه هذا القرآن الكريم لا لا بالقرآن إذن أنه نجيبها نرفض هذا إذن أنه ملحد ماذا حدث له تخيلوا أنه تم الاستغناء عنه حسب معلوماتنا أنه مشاري أسل الجمهورية نحاول الباضيش في الباب وقالوا راح أروا يعني تنهي مهمة مستشار بهذا المنصب بهذه الطريقة هذا يعني شيء مؤسف جدا ولهذه اللحظة لم يتحدث محمد العقاب كيف أنهيت مهامه ولا أي شيء من هذا القبيل وهو طبعه طبعه ربما يريد العودة مجددا ربما يتحفظ استعمل واجب التحفظ ربما سيتكلم بعدما تكلمنا عنه ورئيس في المشفى وربما وربما الله أعلم ولكن المعلومة لدينا هنا من مصادرنا تقول بأنه نحول الباضيش في بوست بوليستا على رئاسة الجمهورية وقالوا له راح تروه أيضا أنه عبد المجيد تبون التقى مرة واحدة على الأقل مع عبد العزي بوتفليقة القايد صالح أو صاح بضرورة فتح الملفات ومحاسبة حتى بوتفليقة هو لا هو لا راح التقى معه ولا ندري ماذا دار بينه وبين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة هناك معلومات راجط تتحدث بأنه عبد المجيد تبون بدأ يتوجه نحو الإفراج عن توفيق وترطاق وسعيد بوتفليقة لا هذا من الثنين وحتى عبد الملك سلال وتم الإفراج عن راب راب مثل هذه الأمور ولكن البعض قد يسأل أين المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية بعد أداء القسم قرر هذا المؤسسة الذين لأنه القايد صالح أيضا أكيد اجتمع مع القيادات العسكرية وأوصاهم بأنه بمجرد ما يستلم عبد المجيد تبون الرئاسة يبتعد نهائيا ويكونوا سياسة ربما المؤسسة العسكرية في هذه الفطرة ابتعدت عن المشهد وتركت الرئيس يعمل وهي في خدمته وهناك من يقول بأنه أيضا عودة اللوبيهات لأنه بعد وفاة القايد صالح تم الإفراج على عدد كبير من الضباط الذين اعتقلوا أو أوقفوا بسبب تهم الفساد في البليدة وأخرجوهم في ظروف صمت ولا تكلموا عليهم عندما سجنوهم ولا عندما أخرجوهم يعني أنه اللوبي العصابة أو الموالي لها أو المناهض لمسار لمسار لرسم القايد صالح بدأ يسيطر على الجيش وانطلقت تصفية لرجال القايد صالح لذلك أنه قضية مثلا بنويرا لدخل الرئيس شخصيا واتصل بالرئيس تركي أردوغان وطلبه شخصيا تقول المعلومات أنه كان أنا مطلع على تفاصيل الآية الكثيرة من بينها اتصالات عبد المجيد تبون بالقايد صالح ورفضه أيضا متطلع على تفاصيل الاجتماعات الاجتماعي الذي حدث أيضا متطلع على تفاصيل الملفات الفساد التي كانت بحوزة في مكتب 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 الفريق أحمد قايد صالح وربما رأى هو عمل منها نسخ أو شيء من هذا القبيل لذلك عندما ذهب إلى تركيا تم المسارع إلى جلبه وكان المقابل هو التنازل الجزائر عن الملف الليبي أيضا شوفوا تراجع كبير مقابل هذا كيف تراجعت الجزائر عادوا صاروا رجعوا يتحاوروا في المغرب ويلتقيوا ويتحاوروا في تونس والجزائر لا كلمة لها بل أنه منذ تم السلام بونويرا والدور الجزائري في ليبيا كأنه انتهى لم يعد شيء تلك التهديدات التي أطلقها تبون بأنه لن يحدث شيء في ليبيا بدون الجزائر ذهبت أدراج الرياح كان يقولها والقايد صالح حاضر ولكن بمجرد الرحل للقايد صالح انتهت هذه الملفات ذكرنا أنه القايد صالح ذكر له حداد ورب راب ورب راب خرج وصار يلتقي مع وزير الإعلام والتقى مع وزير الصحة وتقول المعلومات أنه تحصل على صفقات أخرى أخرى وكثير من هذه الأمور أنا عندما أقول هذه الكلام لا يعني أنني أتهم راب راب أنه عنده فساد ولا شاء الله أعلم لم أطلع على ملف فيه ولكن حسب الأقوال تعالي قايد صالح أنه ذكر بأنه إن ثبت عليه الفساد يجب أن تصادر أملاكه يكون ما يكون أيضا قرب منه كل الأشخاص بدأ يقرب أشخاص كانوا من جماعة العصابة كانوا من جماعة العصابة أو الموالين وتذكر المعلومات منهم بينهم الجنيرال المجاهد الجنيرال المجاهد كان من الناس المقربين من توفيق ومن هذه الدوائر رغم أن يقول بأنه عنده وعنده علاقة بيتوفيق ولكن كان جنيرال موالي لهذه الدوائر لذلك تقريبه أعتقد بأنه لن يخرج عن هذا الإطار وغير وغير هذا فقط مثال ولكن يوجد الكثير حتى في رئاسة الجمهورية أقصى الطيار الآخر وبدأ يقرب منه لوبهات العصابة ولوبهات التي لديها علاقات مع الشبكات ما يطلق عليها البعض مصطلح البرباريس المتغلغلة في دوليب الدولة عبد المجيد تبون أيضا لم يحل البرلمان كان من المفروض يحل البرلمان لا لم يحل البرلمان بل أنه راح جاب العرابة لعنده دستور هو يعلم بأنه العرابة سبق وأن كتب دستور وأعد دستور البتفليقة هل تبون لما طلب منه كان يدرك أو يعلم بأنه الدستور اللي جبهوله هو نفس الدستور اللي قدمه بتفليقة أو لا الله أعلم ولكن هو يعلم بأنه التقات العرابة مع او يحيى وما الى ذلك هذا العرابة جاب له دستور لقدم البتفريقة وهذا الدستور مرروا على البرنال اللي من المفروض يحلوا ويعيد بناء المؤسسة ايضا تراجعت وتيرة الحرب على الفساد منذ وصل تبون الى الحكم لم نشاهد ذلك الزخم والفتح الملفات الثقيلة ومحاسبة رؤوس لم تراجعت تراجعت الى حد كبير وكادت ان تتوقف وبقي فقط في تلك الملفات القديمة اللي ما قدرواش يتخلصوا منها لانها فتحت خلاص رسميا واعلن عليها ولذلك لا يمكن ان يتراجعوا لو كان بامكانهم تراجعوا لا ربما تراجعوا تراجعت الحرب على الفساد ايضا تذكروا انه تبون عندما سئلة من قبل على انه هل يعلم مين كانت دراهم او الاموال المنهوبة قالوا اعرف ما هي استراتيجيتكم من اجل استرجاع هذه الاموال المنهوبة او نوريك الخطة انتا اينا اعرف عدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أم سلمت جهات أخرى في قيادة الجيش أو وزارة الدفاع أو شيء من هذا القبيل الله أعلى وأعلم قالوا القايد صالح قالوا رد بالك من عناصر العصابة راهم إذا تمكنوا بيك رايح يقضع لي قالوا خذ حذرك منهم سينتقمون منك ربما لن تسلم منهم لذلك كن حذر جدا ولا تقربهم من أي دوائر وحاربهم بقوة قالوا إذا ترجعت وسكت عليهم سيحاربونه ولكن إذا أعلمت عليهم الحرب رايح يولوا فقط يحاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذهم من ثرواتهم وأموالهم ومن رؤوسهم اللي هرب للخارج يهو هذا هي إذن كما لاحظنا أن القايد صالح كانت لديه استراتيجية كانت لديه كان لديه مشروع حقيقي كان يريد أنه أنه يصل بالحركة الشعبي إلى تحقيق مطالبه وفق استراتيجية قانونية لأن لديه المعطيات الكثيرة فيما يخص تدخل الدول فيما يخص جذور العصابة في الإدارات وما إلى هذه لديه معطيات كثيرة لم تكن لدى الشارع الجزائري ولذلك الناس اللي كانوا متضرين هم الذين يقفون بطرق مباشرة أو غير مباشرة وراء تلك الحملات التي شنت على القايد صالح في الشارع الجزائري وللأسف الكثير من الجزائريين مشوا في هذا الطريق ولكن مشوا عن غير علم ونعب لهم على عواطفهم وتم الزج بهم واستغلالهم في حرب ضد القايد صالح رغم أنه لم تكن هناك معركة مع القايد صالح كانت المعركة مع العصابة ولكن استطاعت هذه اللي هوبيهات أن تحولها ضد القايد صالح ولكن رغم كل ذلك كانوا قيادات عسكرية تدخل على القايد صالح وتقولوا أن يوم رحمة لفيتة ضد يقول لهم خليهم ولادي وغلطوا فيها مش مشكلة المهم لا أخذوا بالك وتمسوهم أو تعاملوهم المهم يجب التعامل مع الرؤوس المحركة والمحرضة والتي لديها ارتباطات خارجي في الأخير إخواني الكرام هذه هي المعلومات التي وصلتني عن تفاصيل الاجتماع الذي حدث بين القايد صالح وعبد المجيد تبون قبل استلامه وأدائه القسم الرئاسي ربما تكون هناك معلومات أخرى وتفاصيل أخرى لم تصلنا قد تصلنا إن وصلتنا في الأيام القادمة سنوافيكم بها لكن المؤكد والواضح أن هناك تراجع عن المسار هل المؤسسة العسكرية بقيادة شنغريحة الذي كان من المفروض سيكون نائب نائب لرئيس أركان الجيش الوطني شينوبه فقط فقط ولكن تغيرت الأمور والتبون اتجه مباشرة بعد وفاة القايد صالح آرح خلاه بالنيابة وكنت قد كشفت في فيديو على هذه القناة شاهد حضرة دواب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضح بانه اكدت ان ذلك قبل فترة من تعيينه او ترقية رتب قلت بانه سيتم ترقيته الى رتبة فريق ثم يعين رسميا كرئيس لاركان الجيش الوطني الشعب اذا اخواني الكرام هذه هي المعلومات لم ازايد ولم ابالغ بل وصلة كثير من عدة مصادر ولكن خليت هذه النقاط المشتركة التي مؤكد انها دارت بين اذقايد صالح رحمة الله عليه وعبد المجيد تبون شفاه الله وعافى شكرا لكم على حسن المتابعة واشكركم ايضا على نشر هذا المقطع والاشتراك في هذه القناة حتى دائما نوافيكم بما يفيد وبما ينفع القاكم باذن الله في مداخلة اخرى الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة